اشتركوا في القناة وعادية والعشرين تدعو رئيس الحكومة إلى التعجيل بتوضيح مسألة تحوير الوزاري في أقرب الأجل في عملية هي الأولى من نوعها في المونستير نجح عملية الزراعة أذن اصطناعية لشاب فقد حاسة السمع إثر تعروضه إلى حدث متابعتنا مباشرة ممكن مشاهدنا عبر بوابة التلفزة التونسية وكذلك العودة إلى إخبارنا متاحة عبر قناتنا على اليوتوب وطني فأهلا وسهلا بكم بإخبار الحج نبدأ جولتنا الإخبارية مشاهدين فقد كان تقييم ظروف أداء المناسك وتاريخ انطلاق رحلات عودة الحجيج إلى تونس كان موضوع اجتماع وزير شون الدينية اليوم بالبقاع المقدسة بعدد من الحجيج الميامين اجتماع يأتي بعد اختتام موسم الحج لهذه السنة عرض عدد من حجيج الميامين أثناء لقائهم بوزير أشؤون الديني أحمد عظوم بالبقاع المقدسة آرائهم وانتباعاتهم بخصوص ظروف أداء مناسك الحج وذكر الوزير بأن هذه المقترحات التي قدمت لمزيد تحسين هذه الظروف سيتم تدارسها بعد العودة إلى أرض الوطن هذه العودة التي ستكون أولى رحلاتها يوم السبع والعشرين من هذا الشهر وشهد موسم الحج هذا وفاة خمسة حجاج تونسيين كان آخرهم حاجة تبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما وهي أصيلة ولاية مدين وقد أتمت الفقيدة جميع المناسك بما في ذلك تواف الإفاضة حسب ما ذكره مكتب شؤون حجاج تونس بالبقاع المقدسة وكان هذا المكتب قد أعلن في وقت سابق عن وفاة حاج تونسي أصيل ولاية زغوان بغرفة النزل الذي يقيم فيه بمكة المكرمة وحاج آخر أصيل لايسي ديبوزيد ويقتن بتونس العاصمة هذا الحاج الذي كانت وفاته طبيعية حسب ما ذكرت وزارة أشؤون الدينية وتم تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الحاجيجة تونسيين يوم السادس عشر من أوت الجاري ويبلغ الحاج المتوفى أثنتين وسبعين سنة وهو أصيل ولاية نابلة كما وافت ألمانية في مخيمات الصعيد عرف الفنان والموسيقار محمد دريس ويعتبر الفقيد علما من أعلام الموسيقى التونسية وقد تعامل المرحوم خلال مسيرة الفنية مع عدد كبير من النجوم وحصد العديد من الجوائز المحلية والعربية انطلقت صباح اليوم في مدينة الحمامة تشغل الدورة الحادية والعشرين من مجلس شورى حركة النهضة التي تلتيم على امتداد يومين اجتماعون يعقد في ظل جملة مستجدات وتطورات وطنية وعالمية هامة إن سياسيا ما اقتصاديا ليكون تقييم وضع البلاد العام وتقدير الحركة سياساتها تجاه هذه الأوضاع في مقدمة جدول أعمال المجلس تقييم الوضع العام بالبلاد بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقدير سياسات حركة النهضة تجاه هذا الوضع خاصا فيما يتعلق بإدارة التوافق بشأن ملفات الإصلاحات الاقتصادية والوضع الحكومي الراهن من أبرز محاور جدول أعمال مجلس شورى حركة النهضة نحن نريد أن نتقدف الإصلاحات ولكن في إطار وفاق اجتماعي وبمشاركة الأحزاب والمنظمات ولكن إدارة التوافق أطراف التوافق برنامج التوافق هذي هو اللي يبشي ناقشو مجلس شورى وندعي ورئيس الحكومة بالمناسبة إلى التعجيل بتوضيح الأمر فيما يخص هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري بش ما تبقاش البلاد في حالة انتظار تغيير الحكومات مش دي ما هو الحال لازم نوقف على الأخلال الحقيقية إذا تم وزير معناها يحتاج التغيير نغيره إذا تم سياسة تحتاج التغيير نغيرها إذا تم سياسات تحتاج التغيير في الأحزاب وفي المنظمات الوطنية أيضا لازمنا نغيرها توجه العام اللي نحن مقدمينه للنقاش داخل مؤسس الشورى هو هذا هو الاستقرار السياسي الإصلاحات الوحدة الوطنية وحسن الأداد لانتخابات 19 بأن تكون الحكومة ما هي شي معنية غير معنية بتلك الانتخابات وضعية الصناديق الاجتماعية والتأمين الصحي من بين الملفات التي سيتم التباحث بشأنها خلال أشغال هذه الدورة لمجلس الشورى كقلق أيضا في داخل مؤسسات الحركة فيما يتعلق بأوضاع التأمين الصحي والاجتماعي وعموما أوضاع الصناديق الاجتماعية ونعتبر لمؤسسات الحزب خاصة المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات التغطيت ستنكب على دراس هذا الملف وتقديم مقترحات فيما يتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية وفي إطار تفعيل مخراجات المؤتمر العاشر للحركة قدم المرتب التنفيذي خلال اجتماعي مجلس الشورى الخطوط العريضة للبرنامج الإصلاح الداخلي لمؤسسة الحزب كبرنامج للإصلاح هناك ورقة للإصلاح أعدها المكتب التنفيذي وستعرض على الندوة السنوية القادمة سيتم إجازتها في هذه الدورة لمجلس الشورى إصلاحات تتعلق أولا بإنفتاح الحركة على الكفاءات والتقات الوطنية دورة شورى سبيقتها اجتماعات لمختلف مؤسسات الحركة تمهد لندوة سنوية ستلتأم في شهر سبتمبر المقبل وتهيئ لسنة سياسية وبرلمانية جديدة في الملف الاقتصادي وفي مستويات خفاض قيمة غير مسبوقة يستمر ترجوع الدنار التونسي مام العملات الرئيسية عالميا ليصل اليوم إلى ثلاثة دينارات فاصل مائة واربعة وخمسين مليم لليورو الواحد ودينارين وسبعمائة وخمسة وخمسين مليم للدولار الواحد وذلك حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي تدهور دينار التونسي الذي وصفه المختصون بالخطير جرى ويجر معاه ارتفاع مؤشر التدخم وتدهور مقدرة المواطنة شرائية عدى عن ركود قطاعات عديدة شهد سعر صرف الدنار التونسي خاصة خلال سنوات ما بعد الثورة تراجعا أمام العملتين الرئيسيتين الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي هذا التراجع أو الانزلاق كما يسميه الخبراء في الاقتصاد بات يهدد عددا من القطاعات والتي تعتمد في تعاملاتها المالية بالأساس على شركاء من الخارج المسؤول عن التسويق بإحدى وكالات الأسفار أيمن كمرجي أكد أن هذا التراجع تسبب في انخفاض قدر بـ 15% من نسب الحرفاء لدينا تراجع بالنسبة للمعاملات مع الحرفاء لم يكن لديهم القدرة أن ينجموا ويسافروا خاطر لسوام سيكر طيارات أغلى والإقامة في الزوتيل أقوى والقيمة على الدينار لم يكن تجيب التأثير سلبا ينسحب أيضا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ويحذر الخبراء من مزيد تدهورها ويقدرون أن مزيدا حضار الدينار قد يرفع من نسبة هجرة الكفاءات التونسية سنوات الأخيرة تعرف صار هجرة كبيرة جدا للكفاءات التونسية والتي تنجم تأثر على الموقع الاستراتيجي من تونس وعلى قدرة الاقتصاد الوطني على المزحمة وعلى المنافسة في إطار اقتصاد معاولم بالنسبة لها بدون كفاءة الشرائية تكون عندها القدرة على التنافس وعلى الخلق والإبداع من نجمش تكون عندها مستقبل في تونس وباعتبار أن قيمة العملة تعكس الوضعية الاقتصادية والسوق المالية للبلاد فإن تونس رغم خروجها من الانكماش الاقتصادي فإنها لم تحقق حسب المختصين النمو والمطلوب إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم والذي تسبب في عجز الدينار التونسية عن تحقيق قيمته الحقيقية في السوق لكن نسبة التضخم في تونس يكون مرتفعة 7.5% ووصحة 7.8% يجعل الارتفاع نسبة التضخم مقارنة بنسبة التضخم في أوروبا خاصة في الولايات المتحدة يجعل أنه منظروني أنه يكون تعديل في سعر صرف المتاعك ونذكر أنه سعر صرف بالنسبة لدينار هو مفتوح في السوق التونسية ويخضع إلى العرض وطلب في بعض الأحيان البنك المركزي يلقى روحه مجبور بشيد دخل ليحافظ نوعا ما على قيمة الدينار وهذاك بضخ أموال في السوق والضخ هذاك يرعود سلبا على احتياط العملة ووفق تقديرات الخبراء فإن الانتعاش الاقتصادي بمكوناته الثلاث الاستثمار والإنتاج والاستهلاك قد يساهم في الحد من انزلاق الدينار إضافة إلى تحسين مستوى احتياطي العملة الصعبة من خلال الترفيع من الصادرات وترشيد الواريدات لكن هذا ما يكفيش يزم ترشيد الديون الخارجية والديون تعني تفاقمت وهذا معناه عنصر أخير اللي هو مهم برشا يجب العودة الانتاج للطاقة لأن الطاقة اليوم نورد فيها لقلة الانتاج وهذا يلقي بالغذلة بثقة الكبيرة على العملة لأن نوردها بالعملة لكن زادها على صندوق الدعم ويقر البعض بضرورة تحرير الدينار التونيسي من قبل البنك المركزي وامتدائه عن التدخل في سوق الصرف وترك قاعدة العرض والطلب بين المتعاملين دون تدخل لضخي سيولة بالعملة الصعبة حتى تعكس قيمة الدينار وضعها الحقيقي مقارنة بالعملات الأخرى وبفعل تدهور العملة المحلية تتأثر تعاملات الشركات المدرجة في البورصة أي الناشطة في السوق المالي المفتوحة تتأثر بين مستفيدة ومتضررة الانزلاق الدينار عكاسات على رقم معاملات الشركة والمؤسسات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس انزلاق يقسمها إلى قسمين شركة مستفيدة وهي المصدرة إن كليا أو جزئيا وأخرى متأثرة بانحضار العملة لا اعتمادها على توريد المواد الأولية بالعملة الصعبة وفق مدير عام بورصة الأوراق المالية بلال سحنون بالنسبة للشركات التي ترتكز على التصدير هبوط الدينار ما يكون كان إيجابي لأن القيمة المضافة ستعملها بالعملة الصعبة المحولة للدينار وهذا نرى في العديد من الشركات التي رقموا عاملاتهم فيها قصد كبير للتصدير في المقابل فما الشركات التي ترتكز على التوريد وما تصدرش انزلاق الدينار بشي تعبها في سعر التكلفة وينجر عليه يمكن ترفيع في أسعار منتوجاتها ومن المؤسسات التي سجلت انتعاشة ملحوظة بالبورصة رغم انزلاق الدينار البنوك التي اتخذت أسهمها منحا تصعوديا ساهم في تحريك دولي بالبورصة البنوك اليوم تمثل تقريباً 50% من رسملة البورصة أي ترفيع في قيمة الفايدة يحسن من المردودية متاهم يحسن في رسملة البنوك ويحسن في المردودية متاع البورصة التي من أول عملته وعملة مردودية خارق العادة أحسن من العوامل أخرى ببرشة وأمام الترفيع في سعر الفائدة المديرية بحرارة من البنك المركزي التونسي تكون البورصة فرصة سانحة لتمويل المؤسسات عبر السوق البديل نشرتنا متواصلة مشاهدين وفيها بعد قليل نجاح شبابي جديد حققه نادي المهارات الأولى بصفقسة الذي توجب المرتبة الأولى في البطولة العالمية للروبوتيك قبل ذلك وعلى صعيد محلي يحمل أخبار إيجابية مثله طول كميات أمطار هامة بعديد مناطق البلاد بشرى خير خاصة بالنسبة للفلاحين عموما باعتبار انعكاساتها الإيجابية على غرسات الزياتين ملاجر المثمرة وتربية المشية أساسا بمناطق الساحل ما يوشر على موسم فلاحي وعيد سجلت عديد المناطق بالجمهورية نزول كميات هامة من الأمطار والتي لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي كميات لطالما انتظرها الفلاح واستبشر بها كمؤشر إيجابي على انطلاقة الموسم في ثلاث أيام تبدلت شجرة معناها لو كن مش رحمة ربي ممكن شجرة هذي عم جيمة تقاهي أبد الكرمات اللي يطاحوا وريقهم فاكس خانة وهون متواعملوا وريق جدد بعثونا وثيقة يقولون ما تعملوا شي وراحنا ما نعرفوش العام به ولا مش به والفلاح ملزم باش يمشي يادفع عربون للمشاتر كمية الأمطار ستغطي كمية معناها هامة من الأعشاب اللي تربية للأغنام توفروا لهم كمية من الأعشاب هامة في ظرف شهر وشهر ونفس نطلبوا احنا من اتحد الفلاحيين أو من الصلاط باش يوقفوا معنا في تخفيض العلفة يوفرونا خاطر ناخذوا في كمية العلفة بأسوام بعضة والأمطار هذية جاتنا بالمنفع لأنه زيتوننا كان شايح مش يموت نعم علينا ربي الأمطار جات على كيف كيف عنا سنين مريني هاش في الوقت هذية نقضتنا اليوم جفاف اللي كنا خايفين منه ولنسكوا بالسترنات اليوم كنعم بربي ما سريف نقعت في جيابنا والحمد لله رب العالمين واقتراف الخير كن هو ولا السنة مثلا سابق أملياتي متوقعين واني مش تكون سابق كبير أخذت زيتونتا وحفلت وزارة الفلاحة من جهتها تعول على هذه الكميات لملء السدود وتغذية المائدة المائية وسط توقعات بموسم طيب عندها تأثير ديريكت على الميدة المائية كما نعرف الميدة المائية شهدت نقص حاد خلال الفترة الأخيرة كانت عندها أثر زيادة إيجابي على قطاع الأشجار المثمرة وقطاع الزيتين كما تشوفوا الحالة الفيزيولوجية تحسنت برشة الحالة العامة للأشجار المثمرة تحسنت برشة قطاع الزيتين كذلك معناتها تربية الماشية يقعد يجري على قدم وساق التحذيرات للموسم القادم وإن شاء الله يكون معنتها طالع خير على المنطقة وعلى الفلاحين عديدة هي الصعوبات التي عاشها الفلاح جراء مواسم الجفاف المتلاحقة عسى أن تكون الأمطار الأخيرة بوادر موسم فلاحي واعد في فتح طبي تونسي جديد وفي عملية هي الأولى من نوعها استعاد شاب في عمر الثامنة والثلاثين حاسة السمعة التي فقدها منذ أربع سنوات بعد عملية جراحية عادة ما تنجح مع الأطفال فاقد السمعة دون الثماني سنوات والإنجاز تم بمستشفى المنستير عمر كنيس يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة أصيل جرجيس يعمل غواصا في صيد الإسفنج تعرض إلى حادث أفقده السمع منذ أربع سنوات ونصف وانطلقت معه معاناته مع الصم مما أفقده عمله وأرهقه مشوار العلاج بعد الحادث أتعبت يا سر أربع سنوات ونصف وأنا من الجنوب إلى الشمال أذهب المستشفيات بالعاصمة كل واحد يقول لي الحل من تاعك في السبتار هذا يقول لي في السبتار هذا أمتعبت يا سر زراعة القوقع الإلكترونية وربطها بعصب السمع تجربة ناجحة للأطفال دون الثماني سنوات نجحت الخبرات التونسية في إجرائها ويزدد هذا نجاح الطبي في زراعة القوقع الإلكترونية للكبار كذلك ما فهميش أجل محدد للزراعة كما الصغير لأنه صغير وقتها ما حفظش الكلام الكبير اللي فقد السمع فقدان فجئي من جراء حادث أو أي سبب آخر ما فهميش المشكلة من تاع العمر كما حالة عمر هي أول حالة قمنا بها بعد حالات الصغار العمل نام في جية الساحل أول حالة لكهل عمر 38 سنة لحظات تثلج الصدر عندما يمتد الإحساس بالأصوات عبر مجسات إلكترونية إلى عصب السمع لتعطي لعمر لذة الإحساس بالأصوات من جديد نجاح طبي جديد يعيد لمن فقد حاسة السمع متعة الاستماع بالأصوات والتواصل عبر الصوت والكلمة مع العالم وفي حكاية نجاح تونسية أخرى تويج نادي المهارات الأولى بسفاقس بالمرتبة الأولى عالميا في البطولة العالمية للروبوتيكة إذ أحرز أربع ميدياليات ذهبية أمام 192 فريق وجصد مثالا على المراهنة على العلم والتطور التكنولوجيا قبل سنوات سبع لم تكن تتخيل السيدة فاتن أن نادي المهارات الأولى سيصل إلى هذا المستوى العالمي واليوم أبناء هذا النادي يتواجون أبطالا للعالم في الروبوتيك بعد مشاركتهم الأخيرة في الألعاب الأولمبية في المكسيك خاطر بعض التعب هذية اللي دام سبع سنوات رحوا التعب هذية ما هوش متعام وما هوش متعثنين رحوا سبع سنوات اللي احنا كنا ندربوا في الصغيرات هذوما وآمننا بقدراتهم والصغيرات هذوما هما ديجا ولا مدربين واليوم هما المدربين يشاركوا في الألعاب الأولمبية ويحوزوا على أربع ميدياليات ذهبية مايش حاجة غريبة عليهم أما كانت بالنسبة لنا غريبة للناس الأخرين اللي هما مستنوا هاش شكوني تونس شكوني هذه اللي حاسة على أربع ميدياليات اللي هي كانت الشامبيون مثل اللعاب الأولمبية هي تونس تونس الصغيرة أما كبيرة في عقولها كبيرة في نخبتها وكبيرة في تكوينها وإطاراتها فما صعوبات احنا ديما نقدمه وديما معناتها الهدف المتاعنا الأول اننا نرفع رأي تونس لشباب تونس هما معناتها قادرين انهم يعملوا يسرحوا والله ما فما حتى سر يعني هي نتاج على عمل يعني متواصل كنا حرزنا في السنة الفارط على يعني ميدالية فضية وميدالية ذهبية وكنا يعني كنا لولين في العالم لسنة يعني كمانا خدمنا على العمل اللي قمنا بيقبل وتواصلت المجهودات يعني ليلة نهارا صباحا مساء يعني خدمنا على مستوى عالي وكانت النتيجة يعني في أول مرة في تاريخ العالم وفي تاريخ يعني تونس انه يحرص فريق على أربع ميداليات يعني ذهبية فكرة هذا النادي ليست مجرد ملء للفراغات في حيات هؤلاء الأطفال هي رهان على التكنولوجيا وتطويع المهارات في الاتصال والعمل الاجتماعي والتعامل مع الآخر قالوا لي أنت كيف ترجع لبلادك شنين حاجة اللي تحب تعملها قلت لهم أننا أول حاجة نحب الحويج اللي تعلمتهم والأكسفيريونس اللي عشتها في الفرست غلوبل نحب نحب نبرتجيها مع العباد ومع الصغيرات اللي احنا معانا في النادي هذا الرسالة واجيزة جدا نبحث على العلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المهدي إلى اللحدي ولا حتى فصي احنا لهنا نحب صغيراتنا توصل بمساوية علمية وكفاءة علمية وذهنية إلى أرقب ثم لأنه إذا مش نختصروا على التعليم في المدارس ولا في المعاهد ما يوصلش الحاجة مرموقة احنا كنا من أكثر المشجعين ليلهم حاولنا بش نكون وسند ليلهم هما غادي هما هنا شجعناهم كل ما نقدروا ماديا ومعنويا وبالي نحب وطنك نشوفوا في صغيرنا قاعدين يعملوا في حاجة وخاصة في هالعلم ليو أعلم تونس كسب أبناء نادي المهارات الأولى رهان النجاح عبر هذا التطويج العالمي هي بارقة أمل يزرعها فينا هؤلاء الأطفال بإسرارهم على التألق والمرهنة على العلم والتكنولوجيا والتحدي لبناء مستقبل مختلف المكنين من ولاية المونستير شهدت تفوقا تونسيا آخر بعد نجاح ثلاثة شبان لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما من الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في حصد البدالية الفضلية في مجال الهندسة خلال مسابقة عالمية دارت في الصين طابعة خاصة بفاقد البصر يمكن للكفيف استعمالها اعتمادا على الصوت فقط ومهما كانت اللغة ليتكفل الجهاز بترجمتها واتباعتها بطريقة لبراي مشروع خول لكل من شايمة ويسين وأحمد التتويج بالمرتبة الثانية في مجال الهندسة بمسابقة الصين العالمية للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الخاصة بالناشئين الانفريمونتو متاعنا هذه هي بشتعون الناس اللي ما يشوفوش وتخليهم يطبعوا الاكتبة اللي يقرؤوا بها تخليهم يطبعوها مجرد انهم يتكلموا باللغة الكليكية كنت ما نجمتش نمشي معهم ولظروف صحية فرحت على الأخر كيريتهم ووصلوا للمرتبة هذيك وفرحت كيريت البروجيه وصل المسابقات العالمية كمناك ديت كفكرك وحاولناها الماشين تخدم هزيناها للصين وأكثر من ألف مشارك من أربعين دولة مسابقة كبيرة برشا معناها برشا تعرفنا على برشا عباد من الصين برشا بلدين سألونا على تونس حلو من آخر وفكرة أخرى ترى النورة في الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا لتنمو الطموحات والأمل اليوم كانتنا الفرصة بشربتنا جسور تواصل كبيرة مع أكبر الجمعيات المماثلة في العالم وفي الصين في المسابقة هذه اليوم الهدف متاعنا ما نشف نعمل كوميريزة سيما متاع المشروع هذه بل بش نعطيه في الشكل هبات للمدارس المكفوفين ومعهد المكفوفين الميدالية 207 في تاريخ الجمعية إن شاء الله مازلنا كيف يفيدنا قاعدين نحضره في المشاريع الجاية للكوريا وللبرازيل بش يكونوا في نفس الوقت من يمين للإسار إن شاء الله ميدالية أخرين جاية هي الجائزة عدد 207 في رصيد الجمعية التي تسير بخطا ثابتا نحو مستقبل أفضل دعائمه العلم وبنيانه تكنولوجيا بأياد جيل يطمح إلى الرقي صرح مدير ساحة الجهوي بالكاف طرق الرجح اليوم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بوباء الكوليرا في الولاية وأن الوضع الصحي مستقر تماما بها وذلك بعد ظهور إصابات بالجزائر شقيقة الرجح يعكد أنه تم اتخاذ تدابير لازمة لحماية المواطنين من هذا الوباء الذي تسبب في عدة وفايات في الجزائر مخافة انتقاله إلى تونس وقالة الأنباء الجزائرية أوردت أن عدد وفيات داء الكوليرا بولاية البليدة جنوب غرب العاصمة الجزائرية ارتفع أمس لحالتين بعد تأكيد معهد باستور الجزائري وفاة ضحية أخرى هي امرأة بسبب المرض كما أثبتته تحاليل طبية وضفتنا تسعة وثمانين حالة تحت الحجر الصحي أجل تحدى الشركات البريطانية المختصة في رحلات السياحية زبائنها من أحد فنادق مدينة الغردق السياحية البطلة على البحر الأحمر بمصر بعد وفاة سائحين بريطانيين قالت الشركة بأن وفاتهما تمت في ظروف غامضة أنهيب العام المصري نبي صادق قال إن الحادثة لم تكن نتيجة تسرب الغاز في غرفة الضحيتين كما تم تداوله بينما استبعدت وزارة السياحة المصرية فرضية شبهات جنائية بشأن موت سائح البريطاني وزوجته أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستخفض بأكثر من مئتي مليون دولار مساعداتها للفلسطينيين وسط تدهور علاقاتها مع القيادة الفلسطينية منظمة تحرير الفلسطينية قالت إن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها ترامب تحاول ابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط عليها عبر قرار يتنزل ضمن محاولة تمرير ما يسمى صفقة القرن في مؤشر جديد على تواصل تدهور العلاقة مع القيادة الفلسطينية أعلنت واشنطن أنها ستعيد توجيه أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى تقول إن هذا أولوية قصوى ونسيت أو تناست الويلات التي يعاني منها الفلسطيني في قطاع غزة لسنوات جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ما يعني مزيدا من تفاقم الوضع الإنساني هناك وكجزء من تبريرها لإعادة توجيه هذه المساعدات بتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى سيطرة حركة حماس على غزة وعلى حرص الإدارة الأمريكية على أن تنفق الأموال بما ينسجم مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي ذلك القرار بقطع المساعدات رأى فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صأب عريقات إعلانا فاضحا واعترافا بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية لشعوب الأخرى على حد توصيفه وشدد عريقات على رفض الشعب الفلسطيني للمساعدات المشروطة وأوضح أن المساعدات ليست منا وإنما واجب على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن إقرار الولايات حجب الدعم المالي على الفلسطينيين هو تراجع عن هذا الالتزام الدولي مثل ما تخلت سابقا عن التزامها بما تقره الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وفي السياق ذاته اتهمت حنان العشراوي عضو اللجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة ترامب باستخدام ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية حسب تعبيرها وتأكيدا لهذا البعد السياسي في التوظيف الأمريكي للمساعدات إلى الفلسطينيين أوضح بيار كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونورواء أن قرار الولايات المتحدة الصادر في جنف الماضي بخفض ميزانية الوكالة جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشطن بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي مذيفا أن قرار خفض التمويل لم يتعلق بأداء الأونورواء بما أنه كان يتلقى إشادات على حد تصريحه بأداء المنظمة حتى نوفمبر الماضي وأكد المفوض العام للوكالة أن خفض ميزانيتها لا يعني إزدال السطار على قضية اللاجئين الفلسطينيين أدى انتلاع حريق بمبنى سكني في مدينة مشهد شمال شرق إيران لوفاة عشرة أشخاص وجرح خمسة أخرين فضلا عن سقوط المبنى المتكوين من طابقين وكالة فارس الإيرانية الإخبارية قالت إن سبب الحريق يعود إلى انفجار سخان المياه المركزية بأحد الطابقين في أخبار الرياضة اختتم غدا مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابط المحترف الأولى في كرة القدم بإجراء المباراة المتأخرة التي ستجمع نادي حمام الأنف بضيفها نادي الافريقي بداية من الرابع عصرا بالملعب الأولمبي برادس تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعالية دورة المرسى المفتوحة لكرة المضرب في نسختها الأولى ينظمها نادي تنس بالمستقبل الرياضي بالمرسى الدورة ستشهد مشاركة لعبين من 21 دولة ملاعب نادي تنس بالمرسى وبعد أن دائبت على استضافة دورات دولية للسيدات فأنها ستشهد هذا العام إقامة النسخة الأولى من دورة المرسى المفتوحة للرجال والتي سيبلغ مجموع جوائزها 25 ألف دولار دورة ينظمها نادي تنس بالمستقبل الرياضي بالمرسى وستكون خلالها تونس ممثلة بالعناصر المشاركة في كأس ديفز على غدار مواز الشركي وعزيز دوغاز وإنيس غربه لاحظنا اللي عندنا برشة شباب معتها ملعبية توينسا اللي يزمهم يطلعوا في الكلاس مو أتي بي ويربحوا دي بوان وهذاك عليش قلنا احنا خلينا المرة هذية نعملوا دورة للرجال دورة المرسى المفتوحة تعتبر أهم دورة تنظم بتونس من حيث القيمة المالية صحبة دورة تونس المفتوحة وهو ما سيخلق تنافسا أكبر بين اللاعبين خاصة وأن رابطة محترفية تنس كانت قد أجدت بعض التنقيحات بشروط الانتمائي لترتيب اللاعبين المحترفي جامعة تونسية كالتنس نظم أربعين جمعة من دورات 15 ألف دولار ونظم دورتين 25 ألف دولار منهم دورة نادي تنس بالمرسى أول جامع في 2019 الكلاس مو أتي بيش يتبدل وما يجم يكون يدخل في الكلاس مو أتي بي كان اللي يربع 25 ألف دولار ولا يكون فيناليس لذلك اللي جايين يحبوا يحاربوا بشي يردوا الفينال ولا يربحوا الدورة بشي يترشحوا واللي يجم يدخلوا في الكلاس مو أتي بي وانطلقت اليوم مباريات جدول التصفيات بمشاركة أربعين لاعبا يتأهل ثمانية منهم إلى الجدول النهائي الذي سيتنافس خلاله 32 لاعبا يتصدره معز الشرق المصنف أولا بهذه الدورة استهل المنتخب الوطني في كرة السلة اليوم لأقل من ثمانية عشر عاما مشواره في المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للمقامة بمالي استهله بهزيمتنا مما منتخب رواندا بنتيجة استقرت على 62 نقطة ل57 مجموعة المنتخب الوطني تضم كذلك منتخبات أنجولا والكوديفار والجزائر والسنجال في أم الألعاب يستعد 11 عداء وعداء لتمثيل تونس في بطولة العالم لألعاب القوة الخاصة بمن تجاوز سنهم 35 عاما والتي ستقام بمدينة مالاقا لإسبانيا إذ تجري عناصر المنتخب الوطني تحضيراتها بمدينة ابن خيار من ولاية نابل من مختلف الأعمار منهم من تقاعد ومنهم ما زال يعمل اجتمعوا بمعتمدية ابن خيار في إحدى حصص تدريبية استعدادا للبطولة العالمية لألعاب القوة ماستر مالاقا بإسبانيا الفريق الوطني هذا متكون من 11 عداء فيهم أربع نساء في جميع الاختصاصات وسبع رجال في جميع الاختصاصات منهم أنا الكل هم عداءين يمثلوا تونس في البطولة العالمية لألعاب القوة ماستر اللي بش تسير في مالاقا ويبدو أن تونس باتت من الدول التي أصبح لها تقليد في هذه الرياضة لتتعدد المشاركات الدولية مع حصاد عدد لا بأس به من التتويجات سيما لدى العداءات التونسيات ما حفز أعضاء المنتخب لمزيد الإجتهاد بدأت أول مشاركة هي 2015 وكانت لنا مشاركة عالمية في فرنسا ولينا في كوريا الجنوبية اللي هي عمناول والحمد لله لكيب تونيزيان نورة الوجه جبنا زوز ميداليات فضيات ورغم مساندة الجامعة الوطنية لآلعاب القوة يبقى الدعم ضئيلا لكن هذا لم يمنع من مبادرة العمل على تنظيم بطولة إفريقيا لهذا الصنف من الرياضة في القريب العاجل بجديد المهرجانات نختتم لقاء الإخبار المشاهدين بفنون ومعارف وهو شعار دورة جديدة من مهرجان تمزرت من ولاية جابسة الذي مثل فرصة لعرض اللباس التقليدي وتعرف إلى تراث وعدات هذه القرية الجبلية المميزة تحت شعار فنون ومعارف انطلقت فعالية الدورة 26 لمهرجان تمزرت لوحة فرجوية عديدة ميزة الحفل الافتتاحي لهذا المهرجان الذي عكس ثراء المخزون الثقافي لقرية تمزرت أردنا من هذه الدورة أن تكون فرصة للنبش أكثر في التراث ولتحقيق مزيد من المعارف ركزنا على الورشات المعرفية التي تعنى بالتراث مثلا تراث طبخ فعنا ورشة الترديد الصوتي هي في المعارف الموسيقية عنا زادة رندونيديو فيلاج ويصل حتى إلى مشارف القرية للتعرف على خصوصية المعمار الجبلي وخصوصية البيئة الإيكولوجية اللباس التقليدي كان حاضرا بفاعلية في هذا الحفل ونساء تمزرت أكدنا اعتزازهن بهذا اللباس وحرسهن على المحافظة عليه هذه اللبستنا بتاعها رساتنا تقاليدنا تقاليد جدودنا من اللي خلقنا نقاوه هذه اللبستنا العربي الأصلية هذه مش ناطب هذه خلونا خناقة هذه أخلال هذه خيط محبوب هذه اللبستنا الأصلية من نسبة للمرأة هذه حولي صوف العديد من أبناء هذه القرية حرسوا على حضور هذا المهرجان وبعضهم قدم من بعيد لمواكبته وقضائي وقت ممتع مع الأحباب أنا من بلجيكا أعشق التقاليد وأقضي وقتا ممتعا في التعرف عليها الأجواء هنا رائعة مهرجان تمزرط الذي تنظمه جمعية حماية التراث بتمزرط نجح حسب البعض في التعريف بهذه القرية الجبلية وفي المحافظة على تراثها إليكم فيما لمشاهدينا تذكيرا بعنوين الأخبار اختتام موسم الحجل هذه السنة وتسجيل حالة وفاة خامسة في صفوف الحجيج التونسيين واجتماع تقييمي أولي تنفذه البعثة الرسمية حول ظروف سير المناسك حركة النهضة تدعو خلال دورة مجلس شوراها الحاضية والعشرين تدعو رئيس الحكومة إلى التعجيل بتوضيح مسألة تحوير الوزاري في أقرب الأجل في عملية هي الأولى من نوعها في المونستير نجح عملية زراعة أذن اصطناعية لشاب فقد حسن السمع إثر تعروضه إلى حدث بوابة تلفزة تونسية على ضمتكم مشاهدين لتتابعوا أخبارنا وبرامجنا كافة نلقاكم على خير اشتركوا في القناة